المنطقة المشتركة هي مثل ما تفضل الأستاذ علي أنه حماية حقوق الشعب حتى اللجنة المالية هي عندما ترغب في إجراء تحسينات على سيارة ما هي المشكلة الطرفين يقولون أننا يعني أنا لست مع قطع حقوق الشعب الكردي يعني هذه الفقرة من هو يتم مع قطع حقوق الشعب الكردي؟ يعني حسب ما أشار إلى أنه في حالة عدم التزام أحد الطرفين يتم قطع تمويل حكومة الأقليم وهذا طبعا يعني لا عوفك إحنا عرب اللغة مالتنا هي شغلتنا إيه إخلال أي من الأطراف نعم يعني إذا الحكومة لا لا اسمحني إذا الحكومة أخلت بالاتفاق تقطع حقوق الأقليم الأقليم ما هو أصلا عنده نفط يصدر فلن ينظر لا مو هذا الحساب الجديد إيه هذا الموضوع يعني لا يمكن أن يجازف بحقوق فالتفسير العربي هذه مالتها حقوق الشعب الكردي مضمونا بالتأكيد يعني حكومة بغداد هي حكومة أبوية لا يمكن أن تجازف بقطع التمويل عن حكومة الأقليم واضعاف مكانة المالية لكن بالمقابل يعني الجديد في الموضوع هو قرار المحكمة الاتحادية وقرار المحكمة الدولية المحكمة الدولية لن تسمح بتصدير النفط إلا من خلال سومه ويعني التوافق على الصيغة التي أتت من الحكومة مباشرة بدون إجراء تعديلات قد يظهر لنا نائب من النواب يطعن بهذه الصيغة ويستمد إلى قرار المحكمة الاتحادية وقرار المحكمة الدولية ولا يتم تنفيذ هذا الصيغة التوافقية الموضوع يفترض أن يكون هناك يعني إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية أن النفط داخل حدود الأقليم عندما يباع يباع من خلال سومه ترجمة نانسي قنقر